أكد سفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان منذ ما يزيد أنعام كامل وتدعيتها الكارثية التي تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية وخلال افتتاح مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية جدد عبد العاطي التزام مصر ببذل الجهود لإنهاء الأزمة السودانية إن أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم ودون إملاءات أو ضغوط من أي أطراف خارجية أيا كانت وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية الفعالة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالشأن السوداني إن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية خالصة وأي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية دون إقصاء ترجمة نانسي قنقر